وللمزيد عن اجتماع مجلس الوزراء ينضم إلينا كريم بيبرس من مدينة العالمين الجديدة كريم أهم ما جاء في هذا الاجتماع خاصة أنه تناول الاستعدادات لقاب 27 نعم الاجتماع مستمر بالفعل منذ صباح اليوم هذا الاجتماع الذي تناول مجريات الأسبوع الماضي بالكامل كل ما حدث خلال الأسبوع الماضي سواء كان تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي أو حتى اجتماعات الوزراء مع مندبيهم داخل المحافظات أو حتى بشكل عام الوضع العام التعليمي والصحي وأيضا الجزء الخاص الاقتصادي الذي يمس المواطن بشكل مباشر كل هذه بالطبع كانت على طولة المناقشات اليوم خلال هذا الاجتماع الذي يستمر حتى الآن بينما نحن نتحدث ولكن بينما نتحدث الآن هناك لجنة خاصة داخل اجتماع مجلس الوزراء وهي لجنة كاب 27 أو مؤتمر المناخ الذي سينعقد في نوفمبر القادم بإذن الله هنا في مدينة شرم الشيخ هذه اللجنة التي بدأت منذ ساعتين تقريبا وما زال العمل جاري بها حتى الآن تناقش جميع بالطبع البنود الوارد منقشتها خلال المؤتمر وأيضا خلال جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي في ألمانيا وسربيا وأيضا تناولت هذه المحادثات من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر المناخ وكانت فرصة بالطبع لدعوة رؤساء البلاد لحضور المنتدى أو مؤتمر المناخ كاب 27 لذلك هي بالطبع على العديد من ملفات خصوصا أن الاستعدادات جارية على قدم وصاق منذ الآن داخل مدينة شرم الشيخ لاستقبال بالطبع رؤساء الدول وأيضا الاستقبال بشكل عام لفعاليات مؤتمر المناخ كاب 27 هذه بالطبع لها ترتيبات وتجهيزات خاصة في استقبال الرؤساء وأيضا استقبال الملفات الخاصة بالاحتباس الحراري وتفاعل وأيضا لأن مؤتمر المناخ دائما ما يصاحبه نوع من أنواع المظاهرات السلمية أو التي تعبر بشكل عام عن الحفاظ على المناخ وهي أيضا لها ترتيبات خاصة جاري العمل عليها بشكل عام وتخصيص أماكن خاصة لهذه ربما الوقفات الخاصة بالمناخ والاهتمام بالمناخ بشكل عام هذه كانت نقطة هامة ورئيسية وجاري العمل عليها حتى الآن ولكن أيضا تناول الاجتماع على مدار اليوم جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأهم الملفات التي نقشها مع الدول التي زارها الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء كانت ألمانيا أو صربيا أيضا الإعلاقات المصرية العربية بين مصر والإمارات العربية المتحدة المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا البحرين لإنشاء هذا التعاون والتكامل الاقتصادي في العديد من الملفات ومن أهمها بالطبع ملف الغاز والطاقة والبترول وأيضا كان هناك نقاش هام حول زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لمصر خلال الأسبوع الماضي وأهم الملفات التي تتحدث بها والتعاون الثنائي بين مصر وروسيا وتحديدا التعاون الاقتصادي خصوصا المنطقة الاقتصادية في شرق برسعيد وهيئة قناة السويس هذه بالطبع التي ستكون بها العديد من الاستثمارات منها الاستثمارات الروسية وعلى رأس أيضا المحادثات المصرية الروسية كان هناك القمة الروسية الافريقية المزمع عقدها خلال هذا العام وأيضا الوضع الصحي فيما يتعلق بتداعيات فيروس كورونا وكان هناك أيضا حديث عن فيروس الجديد الذي انتشر ربما بفترة بسيطة في الصين وتابعه بعد ذلك منظمة الصحة العالمية هذا الفيروس ربما الذي يعني تحدثت متحدثة وزارة الصحة وقام بعمل وزارة الصحة بأن هذا ربما لم ينتشر بعد جدري القرد بالفعل لم ينتشر في مصر ولا يوجد حالات موجودة هنا في مصر ولكن هذا لا يمنع على الإطلاق اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل عام بما يتخص الجانب الصحي أيضا هناك الجانب الخاص به التعليم كان هناك نقاش حول أهمية التعليم والتعليم العالي وتطوير المنشآت الخاصة بالتعليم العالي من المنشآت الجامعية سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو حتى هنا في العالمين والجامعات الجديدة بشكل عام وبروتوكولات التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات أيضا الأوروبية أو حتى الجامعات العربية هناك أيضا كان هناك حديث عن فكرة التخفيف عن كاهل المواطن خصوصا في ظل الظروف وارتفاع بالطبع الأسعار وغلاء الأسعار وهذه الأزمة العالمية التي ربما كان جزء كبير منها والأزمة الروسية الأوكرانية وكان خلال الاجتماع المصري الروسي الأسبوع الماضي حديث حول اهتمام الروسي بالجانب المصري ومحاولة تفاعل بين الجانبين للتخفيف بشكل عام عن الجانب المصري خصوصا فيما يخص الأزمة الحبوب العالمية بشكل عام بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وهو ما دعا بالطبع مجلس الوزراء ليتعامل مع فكرة التخفيف عن كاهل المواطن والإجراءات الاستثنائية للتخفيف عن كاهل المواطن بشكل عام وسيكون هناك مؤتمرا صحفيا يعقب هذا الاجتماع سنتبعه بالطبع سويا نعم كريم بيبرش كنت معنا من مدينة العالمين الجديدة شكرا جزيلا لك